طيب كيروش فرض حالة من الانضباط وده أمر يعني واضح وفكرة انه ممنوع التصوير وممنوع الدخول ومنع كل حتى ما فيش حد من أسر لأخ ولا زوجة ولا اي حد يروح للعيبة في المعسكر أغلاق تام انت شايف ان ده قرار كويس؟ بالتأكيد وده الكلام اللي انتوا قلتوا في فقرة الأولى اللي هي السيطرة على قط اللبس دي سيطرة من كيروش انه هو مسيطر على قط اللبس بشكل كبير جدا عارف أهمية المباردية والأدلة على كده كتير يعني بدليل انه هو من سيطرته على قط اللبس انه ما فيش أي لعب بيعترض على قراراته وبدليل استبعاد محمد شريف من قيمة المنتخب استعانة بمروان حمدي والإصرار على مروان حمدي رغم الانتقادات الموجهة ليه ايضا برضو فيه من ضمن القناعات اللي لدى كارلوس كيروش اللي هو عدم التغيير بشكل كبير في القيمة يعني هو مستقر بالنسبة كبيرة على القيمة اللي هو معتمد عليها فيه برضو عندك نقطة أهم وأهم وهي انه هو محذر اللعيبة من التعامل مع السوشال ميديا ومهددهم بتوقيع غرامة 2000 دولار على أي لاعب هاستخدم السوشال ميديا خلال الفترة اللي جاية حتى الانتهاء من مباراة العودة فيه عندك حاجة أهم برضو انه هو في اختياراته اختار لكل لاعب لاعب بديل ليه في نفس المركز يعني عندك الباك اليمين عمر كمال عبدالواحد معه مين عمر جابر الباك الشمال أحمد أبو الفتوح مين معاه؟ عيمان أشرف فبالتالي كل لاعب للعب اللي في نفس المركز بتاعه عندك برضو ان فيه الوينش محمود علاء ومحمد عبدالي وياسر إبراهيم وفي نفس النظام في نص الملعب وفي نفس النظام في الهجوم برضو تجديد الثقة في سلاسة خط النص يعني السلية النيني حمد فتحي ده دليل على انه هو مقتنع تماما بإمكانيات هؤلاء المدافعين صحيح برضو عندك اللي هو الاختناع بمحمود علاء يعني على الرغم من الانتقادات الموجهة لمحمود علاء لكن هو تحدى الانتقادات دي بالاستعانة بمحمود علاء في القيمة مباراتها السنغال وده لسببين يعني أعتقد أنه هو السببين أنه هو ملاقاش المدافع اللي يقدر يتواجد فيه المنتخب الفترة اللي جاية ما عندهش خبرات محمود علاء ما عندهش خبرات محمود علاء وبالتالي برضو ما حدش تعامل مع كيروش غير محمود علاء فبالتالي محمود علاء فاهم فكر كيروش لأنه كان موجود متواجد مع المنتخب فيه بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة فبالتالي كل العوامل دي أعتقد أن دي دليل على سيطرة كيروش وعدم التفاته لأي انتقادات موجهة لي ترجمة نانسي قنقر